كيف تدخل الإكراهات والمشاكل التي تعيشها مقبرة الغفران ومقبرة الرحمة؟ أول مقبرة الغفران يعني ميرانا وتكران نحن كن نجبدو الموضوع ديالها في دورات مختلفة فيها مشكل فيها إكراه الأول وهو يعني تشكيل مكتب القانوني ديالها اللي باقي الحد سعر إحنا سنتين دابا مرت من عمر الولاية وباقي المكتب القانوني ما تشكيل شيء كينا إكرهات ولكن كنتمنى أنها تخرج الوجود كينا مشكل أخر ديال أن التوقيت ديال دفن الساعة الخمسة كتسالي الإدارة وهذا إشكال كان في الصيف اللي قال العصر يعني كي يجي معه مع الخمسة مني كنتوصل إلى ذاك الوقت بإسم الإدارة كتقولك صرفي أنا ما قيش ندير الإجراء يعني اللي عنده توفة لي شيء واحد خصو يبقى حتى الغد له ما عندهش إمكانية بش يدفن وكنا طلبنا مسيدة العمدة على أساس أن ندير محاولات فتحل هذا الإشكال هذا هذا طبعاً تواصلت معنا بأنها يعني رسلات الجهات المانية وذلك ولكن لحد الآن باقي هذا الإشكال قائم يعني لي كي يدين القنزة ديال واحترره وكي يرجعها مني كي يبشر ما كي يعني كي يصليوا عليها قائم في الجامعة ويديوها تلتمة أقول لي الإدارة سالت خصو يرجعي ديوها المستودع الأموات تبت تلغط لي على الدفن وهذا مشكل لي هو يعني يخصو يتخبر لكن الإدارة بالأساس يعني لم يكن تبت تشير رخصة الدفن لا هذا مشكل الإدارة عندهم توقيت هم من التذبيب توقيت الخمسة الخمسة يقول لك هنا الخمسة ليس رخصة الدفن ولكن الإجراءات ديال الدفن دفن تبت تبت تشير في سنينة تبقى حتى لك كان شيء واحد للإجراءات دياله يبقى التشرون اللي يدفن عندك يبقى تقريباً تلسسة ولكن ليس شيء واحد جديد ما يقبلوه المواطنين أكد ما يتقبلوه المواطنين يتعذبوه يتعذبوه انت جيتي وديتي القنازة من الدار وتجمعو الناس ومشيتي تروضة وعاوتاني يقول كلنا ما قبلوها وطردها المستودع الأموات في الرحمة وترجعو الغدلية عاوتاني هذا متعيب فهذا المسألة هذه طلبناهم جديد كل مرة هذه دورات متتالية وأنا كان نحكر وكن نحاول وتقريباً هذا من واقدي من الصيف المشكلة نحنا كنا كنا نتلقاه من عند المواطنين من بداية الصيف اللي كان عليه يعني واحد التغطيب ما هو كان قبل لا أنا كنقول لك بالنسبة لها الشيكاية تبدأت كترك كنا نتلقاه حنا هو هذا الوقت هو الصيف وليوم لحد الآن بقي وذلك الوقت من نارة توصلنا بهذه الشيكايات والإكرهات بخصوص أننا لدينا هذه العلامة وهذا العلاقة دينا مع المواطنين اليومي التي توصلوا معك على أساس الجنائز يومياً يعني نحن نعيش في واحد الإحراج وهذه من الخدمات دي القرب اللي خاصة تقدم المواطنين هذا بالنسبة للمستوداء الأمواتي هذا بالنسبة للمقبرة دي الرحمة أما بالنسبة للمقبرة دي الرحمة أو المستوداء الأمواتي في الرحمة كين إشكال دابا دي الطبيبة اللي هي كانت سباكة عين الموتا دي تشريح ما عرف ذاش واش عندها تقريبوش تحلت على التقعود ولا سالات الكنتراع يعني كينت أنا ما ما فهمش بالضبط غير اللي كينة هنا يمتوق الآن على العمل وكانوا كي يجيبوهم اللي الجوتات كي يجيهم المستوداء دي لبن ورشد وكانوا عليه الاكتضاء لأن مدينة الضربية كامل توصلنا بعنوما أنه جاء جابوا شي طبيب من واحد سطاة وكي يجي يعني باشكي عين لكل اللي توصلنا بي هو أن اسمحي يبدأ تصويت بالنسبة للحد يعني ما كي يخدمش ما تيجيش يعني لو توفى لك الميت نهارة قصرت الحد يبقى في المستوداء حتى الاثنين عاد يتم الدفن وهذا هذا مشكل يعني بالنسبة له كان طلبوه زعماء ألاسا أنه لأن هذا مشكل اجتماعي خاص وضروري يعني لماذا ذكرت وكيل مالك سيد وكيل مالك تتلقاه يعني في المدومة بيرمانوس حتى الحد كان قادرون مشيوا أن يأخذوا الإذن دي لكي ندفنه والطبيب اللي هو غادي يجي يأخذ الرسالة دي الوكيل مالك ويقره ويشوف هذا ما كان لأن هذا مشكل كبير نعم خصنا وهنا كان هناك مشكل تابع لنا الجماعة الضربدة لأن هذا شرطة المقابر تابع لجماعة الضربدة وحنا في إطار تعاون لأن سيد الوالجة جديد مشكور يعني تبارك الله يعني غادي يخدام وبغي يخدم مدينة الضربدة وجهة الضربدة وحنا كمنتخبين طلبنا يعني كذلك باش يكون واحد المقاربة تشاركي من المنتخبين وطلبنا على تفعيل واحد اللي بني صدي الواتساب باش نحاول ما أمكن أن نتعاون جميع كمنتخبين كسلطة لأن مدينة الضربدة وخان خدموا خط خدم السلطة وخدم منتخبين ويا ترى ولكن لا إلى التحت لنا هالظروف هذي قال الشيء من كاتم غادي كاتلقى واحد المشكيل كاتلحو في القروب كاتل اللي عنده بعلاقة كيمشي ليه احنا يمكن لنا كان نخدمون مدينة الضربدة بقدر الإمكان أما يلغى نقوم تسنوة الضوارات وتسنوة اللجان أولا نحطو طلاب هذا شوية نحن في طار التعاون ما بين القطاعات وما بين الجماعة وما بين السلطات المحلية والسلطات الإقليمية اللي يمكن تعدوا شكرا